السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطائرات هي السلاح الحربي الأكثر فعالية في كل الحروب تقريبا ولو عايز تيستقدم أي جيش أول حاجة هتاخد بلك منها هي سلاح الطيران والسبب في كده إن سلاح الطيران بيشترك مع باقي فصائل الجيش كلها في المواجهات يعني هتلاقي سلاح الطيران مثلا بيقصف مواقع تمركز جنود الأعداء علشان يسهل تقدم المشاء وبيدافع عن القطع البحرية المقاتلة في عرض البحار وبيشتبك مع سلاح طيران الأعداء كمان وكل ده أصلا غير الدعم اللوجيستي اللي بيقدمه سلاح الطيران للجنود زي إرسال الغذاء والزخيرة والمعلومات الاستطلاعية يعني باختصار كده سلاح الطيران هو الورقة الرابحة في أي جيش وعلشان كده مع بداية استخدام الطائرات في الأغراض القتالية كل دول العالم تسبقت علشان تنتج أفضل وأقوى الطائرات أهلا بيكم أنا عمر عبدين والحلقة دي هنتكلم عن أقوى الطائرات الحربية على مر التاريخ وقبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول في عام 1783 تم اختراع أول آلة تقدر تطير وكانت عبارة عن بالون مملوء بالهواء الساخن وغاز الهايدروجين وبعدها بعشر سنين تم تعديل المنطاد لاستخدامه في أغراض الحروب وأول دولة استعملت المنطاد الحربي كانت فرنسا وكانت استخداماته الرئيسية للأغراض الاستطلاعية وعلشان النجاح الكبير اللي حققه تم استعمال نفس الفكرة لكن بمعدات أكثر تطور من قبل الجيش الأمريكي أثناء الحرب الأهلية في عام 1861 لكن أول طائرة حربية بمفهومها الحديث ظهرت للنور في يونيو عام 1908 ميلادية وكانت من تصميم الأخوين رايت والطائرة اللي سماها الجيش الأمريكي الطائرة رقم واحد تم صناعتها خصيصا للأغراض الاستطلاعية وكان لها القدرة على حمل شخصين والطائران بسرعة 65 كم في الساعة لمسافة تصل إلى 200 كم ولو مستهتر بالإمكانيات دي فخليني أقولك أنها كانت المقدمة لصناعة وحوش جوية بقدرات خارقة بمعنى الكلمة تفتكر أي أهم حاجة في الطائرة الحربية؟ لو كانت الإجابة هي السرعة والقدرة على المنورة ما قدرش أقولك أنها غلطان؟ ولو كانت إجابتك هي القدرة التدميرية أو عدد الصواريخ اللي تقدر تشيلها برضو ما قدرش أقولك أنها غلطان؟ وده لأن أهم حاجة في الطائرة بتختلف حسب تصنيعها يعني مثلا الطائرات المقاتلة لازم تكون سريعة ولها قدرة كبيرة على المنورة والطائرات الاستطلاعية لازم تكون عندها القدرة على الطائران لمسافات طويلة وعلى ارتفاعات كبيرة في حين أن طائرات النقل والطائرات المدنية بيتركز فيها على الحجم لأنه هو العامل المتحكم في زيادة حمولة الطائرة لكن مصمم الطائرات السوفيتي بقى كونستانتين كالينين قرر أنه يصمم طائرة بتجمع ما بين مواصفات الطائرات الحربية والطائرات المدنية وكانت النتيجة هي تصنيع أكبر طائرة بالطير بمحرج غير نفاس في التاريخ الوحش اللي انت شايفه قدامك دي هي الطائرة كالينين كي سيفن تم تصنيعها في الاتحاد السوفيتي عام 1933 يعني بعد 30 سنة فقط من تصنيع أول طائرة على الإطلاق وزي ما انت لاحظت كده الطائرة هائلة في الحجم ومختلفة جدا في التصميم عن أي طائرة ممكن تكون شفتها قبل كده تم تصميم الطائرة كي سيفن في الأساس علشان تكون نوع من أنواع الدعاية السياسية وعلشان كده كان كل تركيز المصمم على إظهار الطائرة بأكثر شكل مرعب وبأقصى إمكانيات ممكنة تخيل معي كده رد فعل جنود الأعداء لما يشوفوا طائرة بطول 28 متر وبرتفع أربع طوابق بتطير فوق دمكهم لكن مع ذلك شكل الطائرة المرعب ده لا يقارن بقدراتها المدمرة الطائرة كي سيفن قادرة على حمل 16 طن من القنابل شديد للإنفجار بالإضافة لزوج من الرشاشات اللي بيطلق رصاص من عيار 20 ميلي بمعدل 500 رصاصة في الدقيقة ده غير إنها بتقدر تطير بسرعة 225 كيلو متر في الساعة ودي كانت سرعة مهولة جداً وقت تصنيعها ده غير أصلاً إن وزنها كان واصل لـ 38 ألف كيلو جرام وبالرغب من كل المميزات اللي بتمتلكها الطائرة دي من الناحية القتلية إلا إنها تعتبر واحدة من أكثر الطائرات المدنية تميزاً في وقتها ولو مستغرب إزاي الوحش ده هيقدرين المدنيين بما إن جسم الطائرة نفسه يعني صغير ومش يتسع العدد كبير من الركاب إلا إن مصمم الطائرة لقالها حل عب قريب لو ده قاتي كويس فهيكاً للطائرة هتلاحظ حاجة غريبة جناحين الطائرة أكبر من المعتاد بشكل ملحوظ مصمم الطائرة وقتها فكر إنه لو زود حجم جسم الطائرة هيكون من المستحيل إنها تقلع من على الأرض وعلشان كده الحال المبتكر للمشكلة دي كان إنه يزود حجم الطائرة عن طريق زيادة حجم الجناحين المسافة بين أطراف جناحي الطائرة بتبلغ حوالي 53 متر ده غير إن الجناحين أعرض بكتير من كل الأجنحة التقليدية وعلشان كده بتبلغ مساحة سطح الجناحين دول 454 متر مربع والمساحة الشاسعة دي بيركب فيها 120 مقعد للركاب وباقي مساحة الطائرة بيتم استغالها في نقل البريد أو البضائع المختلفة تعتبر قازفة القنابل بي 52 ستراتو فورترس من أهم طائرات الجيش الأمريكي تم تصميم الطائرة دي من قبل شركة بوينج في عام 1946 وكانت مصاموة في الأصل علشان تكون قازفة قنابل نووية بعيدة المدى لكن تم استخدامها في العديد من القتالات كقازفة قنابل عادية والمميز في الطائرة بي 52 هي قدراتها العالية مقارنة بتكلفة تصنيعها المنخفضة فالبي 52 بتقدر إنها تشيل 32 طن من القنابل والصواريخ واللي من بينها طبعا الرؤوس النووية وفي عام 1971 تم تحسين الطائرة علشان تقدر تشيل 20 صاروخ نووي من النوع AGM86 ده غير إنها بتمتلك 8 محركات نفاسة بيدولها القدرة على التحليق بسرعة 600 كم في الساعة ولما ناخد في عين الاعتبار إنها دخلت الخدمة عام 1952 وتكلفة تصنيعها كانت لا تتعدى العشرة مليون دولار وقتها هنعرف ليه الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت بتستخدم منها 70 طائرة لحد دلوقتي قازفة القنابل الأمريكية بيتو سبيرت اللي من إنتاج شركة نورثروب جرومان تعتبر من أكتر الطائرات إصارة للرعب على مر التاريخ الحربي كله تخيل معايا كده طائرة بتطير بسرعة 1010 كم في الساعة ومن شبه المستحيل التقاتها بالرادار وبتجوب في المجال الجوي وتقدر إنها تقصف أي موقع استراتيجي وترجع قعدتها تاني بكل سهولة ده في حد ذاته يعتبر أمر مرعب تماما لكن لما نعرف القدرات القتالية الحقيقية للبيتو هنعرف إنها كابوس بكل ما تحمله الكلمة مبدئا كده الطائرة دي عندها القدرة على التخفي من أجهزة الرادار الطائرات دي بتعتمد على ثلاث مبادئ أساسية في تضليل الرادار أولهم إنها تبوز موجات الرادار نفسها وبتعمل كده عن طريق إنها ترسل موجات بنفس قوة وتردد موجات الرادار لكن في الاتجاه المعاكس وبالتالي هيكون مجموع الموجة اللي هي بتبعتها والموجة اللي الرادار بيبعتها صفر وده معناه إنها بالنسبة لرادار زيها زي العدم والمبدأ التاني اللي بتستعمله الطائرات دي هو امتصاص أشعة الرادار وده بيتم عن طريق نوع مخصص من الطلاق طورته شركة نورتسروب جرومان وأما بالمبدأ التالت فهو عكس الأشعة الرادارية بقطاع صغير وهو مبدأ بسيط بتستخدمه طائرات حربية كتير زي الـ F-22 والـ F-35 وبيعتمد المبدأ ده على تصميم جسم وزوايا الطائرة بإنهم يكونوا منحنين بشكل كبير فبالتالي ينعكس منهم الموجات بصورة قليلة وبالإضافة لكده كمان فالطائرة بتمتلك ترسانة رهيبة من الأسلحة الطائرة بيتو بتقدر إنها تشيل 18 ألف كيلو جرام ما بين رؤوس نووية وزخائر موجهة وقزائف متحكم فيها بواسطة الأمر الصناعي وخبراء الأسلحة بيقولوا إن ترسانة الأسلحة الموجودة على متن الطائرة بيتو كفيلة إنها تخليها تقوم بمهام 75 طائرة من الطائرات التقليدية تعتبر الطائرة الروسية سخوي 57 من أفضل مقاتلات الجيل الخامس على الإطلاق دخلت الخدمة في عام 2018 بعد 8 سنوات من الطيران التجريبي واللي بيميز الطائرة دي عن مسيلتها من مقاتلات الجيل الخامس زي الـ F-22 هو إنخفاض سعرها وزيادة قدراتها القتالية والمنورة بشكل ملحوظ فالطائرة سخوي 57 بتمتلك محركين جبارين بيخلوها تطير بسرعة مرعبة بتوصل لـ 2600 كيلو متر في الساعة في الوقت اللي فيه أقرب منافس لها وهي الطائرة F-35 بتطير بسرعة 1960 كيلو متر وبالإضافة للسرعة الرهيبة دي فبتقدر الـ 57 إنها تشيل 10 طن من الأسلحة والزخائر وكل ده بالإضافة لإنها بتقدر تطير لمدة 6 ساعات كاملين قبل ما تحتاج إنها تعيد ملء خزانات الوقود والمدة دي تعتبر أكبر بالضعف تقريبا من قدرة أقرب منافس لها وضيف على كده كمان إنها لما بتحتاج إنها تعب بوقود ممكن يتم تزودها في الهواء وبعد ده كله فأهم ميزة في طائرة السخوي 57 هي السعر سعر الطائرة دي بيوصل لـ 60 مليون دولار في الوقت اللي فيه منافسينها بيتراوح سعرهم ما بين 90 لـ 120 دولار وبكدنا بتكلمنا النهاردة عن أقوى الطائرات الحربية على مر التاريخ يا ترى إيه الطائرات التانية اللي انتوا شايفينها من أقوى الطائرات الحربية على مر التاريخ ما تكلمناش عنها اكتبونا في التعليقات ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول واشوفكم الحلقة الجاية لسه هنا؟ عايش؟ عرفتوا ان عملت القناة بطلع فيها بوشي دلوقتي؟ قناة الشخصية اللي اسمها عمر عبدين بعمل عليها فيديوهات متنوعة زي عشوائيات كده بس عن حاجات مش محتاجة تتحط في عشوائيات لأن محتواها صغير اشتركوا فيها وفعلوا الجرس من الرابط اللي موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو سلام